تواصل الحكومة الجديدة مساعيها إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في وقت تواجه طلباً متزيداً على النفط والغاز من تعداد سكاني يفوق المائة مليون نسمة ففي خطوة تؤكد أنها تعي كافة التحديات وتعمل على تذليلها مع الشركاء وقعت مصر اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار بهدف تعزيز إنتاج النفط والغاز لقاءات هنا وهناك يبذلها وزير البترول والثورة المعدنية كاريم بدوي مما أصفر عن توقيع اتفاق بإجمالي استثمارات بلغت 222 مليون دولار مع شركتي الشل العالمية في مصر وبتروناس الماليزية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبعي في منطقة غرب الدلتة البحرية العميقة بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع كايرون انيرجي لضخ 120 مليون دولار استثمارات لزيادة إنتاج البترول في خليج السويس الاتفاق يشمل أيضاً الالتزام بحفر ثلاث أبار لإنتاج الغاز الطبعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الأبار على خريطة الإنتاج وجارنا العمل حالياً على حفر الأبار الثلاث لوضعها على خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح من 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي جهود حكومية ضخمة ركزت خلال السنوات الماضية على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف إذ تعد مصر الآن واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي معاً